يحفظ البلد والله من الناس اللي هي ما بترعيش اي حاجة يعني انبارح كنا في الشرقية النهاردة لازم نروح الاطر مش عارف اللي عمل فيه الاهمال يضرب مؤسسات الدولة الاهمال يضرب المرافق العامة الاهمال واللي مسؤولين عن القصة دي ما هو خلي بالك لو اطر بتاع النهاردة بتاع عشرين الكومة اللي بتاع النوفية سواء مش دارين بنفسه ما حدش بيحاسبه هو حر طالع بقى بسرعة زي ايه ده هو المكان ده مستحمل يعني اضبان السكة لحد دي مستحملة محرم نطورها وندفع ملياراتها عشان تتحمل تمشي 120 وتمشي 150 وكده هي النهاردة مش مستحملة يدوب بكتير 80 تسعين بكتير الباشا خد ووزوه امشي اجري ولا حد همه فييجي يعمل ايه الباشا يروح بقى عامل يصطدم والله شيء اغرب من الخيال شيء اغرب من الخيال يحصل يصطدم بحاقط موجود فيه حاقط بتاع كده هتشوفوها دلوقتي معانا حاقط كده من الاسمنت يدخل فيه يدخل يصطدم بيه سرعته ازاي ده خليته كمان يخرج عن القط بتاعه ويتعرض قدامك هو ما يحصلش في اي حتة حضرتك الحساب لمواجهة امثال هذا السائق الامر الاخر زي يعني احنا مش كل يوم يا جماعة عندنا دي ارواح ناس ملايين البشر السكة الحديد ولا المستشفيات ولا غيرها من ولا المتر ولا غيره دول بيخدموا ملايين المصريين لما انا بلاقي كل يوم كل يوم عندي مشكلة عندي مشكلة في مرافق اللي بتخدم الملايين طب ايه الحل احنا بنطور كل شوية وبندفع وتحمله يا ناس واعملوا طيب النهاردة عندنا مصاب والحمد الله ما عندناش متوفين ولكن على الاقل كمان عندك الجرار ده بقى فيه مشكلة وعندك عربيات بقى فيه مشكلة هو انا عندي كل يوم اطور اجيب ولا اصلح اللي موجود ده فالسادق في هذا المرفق المحترم وفي كل المرافق اللي بتخدم البلد ارجوكو لانه كمان الناس القايمين على الصيانة زي ما اتكلمنا مبارح في موضوع الصيانة واتكلم النهاردة في صيانة سكك الحديد والقطارات والورش والجرارات لانه كمان حصل بقولكو انه فيه اشتركوا في القناة